اشتركوا في القناة هذه التطبيقات تكون تطبيقات انت منزلها عن طريق الايفون او السامسونج او اي جهاز تابلت انت موصل حسابك عن طريق هذا التطبيق يعني دشيت على التطبيق لنفرض انه عندك تطبيق تويت بوت او تطبيق تويتر الرسمي عن طريق الايفون او الايباد او التابلت او السامسونج او اي كان الجهاز حاب انك انت تفصل هذا البرنامج او انك انت حاب برنامج اهو اوتوماتيكيا يغرد لك او اهو يسوي لك follow او unfollow حق المتابعين انت حاب تفصل هذا البرنامج اليوم راح نشرح هذه الطريقة مجرد ما انك انت تتبع الخطوات معاي راح تقدر تفصل هذه البرامج وتلغيها نهائيا الطريقة سهلة جدا مجرد ما انك انت تدخل على الكمبيوتر ودش على متصفح السفاري او الاكسبلورر اذا كنت على الوندوز مجرد ما ان انت تدخل على موقع تويتر الرسمي تدخل على موقع تويتر الرسمي راح يفتح لك بهذه الصفحة ادش على حسابك طبعا اتي تضغط على settings وتضغط على settings مرة اخرى لاحظ معاي هذه هي بياناتك او صفحة البيانات الخاصة فيك انت اتي تضغط على كلمة apps apps اللي هو التطبيقات او البرامج اللي انت موصلها عن طريق اجهزة اخرى شابكها في حسابك في التويتر طبعا لاحظ معاي اضيفني اضيفك هذا تطبيق موجود في الايفون اسامة first app هذا تطبيق اخر في الايفون soundcloud هذا تطبيق موجود في الايفون idrive online backup هذه كلها برامج انا منزلها على الايفون ومسوي لها تزامن او مسوي لها connect عن طريق التطبيق نفسه مع حسابي في التويتر اللي نفرض انك انت بتفصل احد هذه التطبيقات لنفرض انه تطبيق اسامة first app هذا تطبيق يسوي تويتات وهو بروحه تماتيكيا يغرد لك التغريدات اللي انت تحطها وهو تماتيكيا يقوم يرسلها لنفرض انك انت بتفصل هذا البرنامج او ما تبيه انت ارد يشلتها من تليفونك لكنه ما زال يغرد ليش ما زال يغرد لانه للحين هو شابك على اكاونتك حتى لو البرنامج مو موجود في تليفونك او حتى لو انت مقعد تستخدم هذا البرنامج لكنه هو متعرف على احسابك ولاحظ معاي انه هو مسوي تسجيل دخول من البرنامج على احسابك طبعا اول شي تسوي تختار البرنامج اللي انت بتفصله لنفرض انه انا بفصل هذا البرنامج مجرد ما انت تضغط على ريفوك اكسس مجرد ما انك انت تضغط عليه راح يسوي له ريفوك راح يشيل البرنامج هذا من حسابك احنا شلنا هذا البرنامج الحين بعد ما راح يقدر يسوي تزامن او راح يسوي تغريدات من الحساب الا اذا انا نزلت البرنامج مرة ثانية وحطيت اكاونتي فيه او حطيت حسابي في التويتر هذه هي طريقة الغاء التطبيقات اللي انت مسوي لها تزامن على حسابك في التويتر اذا في عندك حسابات او برامج قاعد تزعجك تسوي تويتات او قاعد تسوي لك فولو او قاعد تسوي لك ريتويت من نفسها تقدر تلغيها بهذه الطريقة مجرد ما انك انت تتبع الخطوات اللي احنا سويناها وراح تقدر تلغي البرامج اللي انت مسوي لها تزامن على حسابك في التويتر اتمنى ان الشرح هذا ينول عجابكم اذا عجبكم هذا الشرح سولي لايك وسبسكرايب اذا ما عجبكم هذا الشرح سولي ديس لايك اتمنى اشوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة